من دعاة الثورات الدكتور عبدالحي يوسف وبدأنا به لقوله تعالى وأنذر عشرتك الأقربين خطب خطبة مواقف كثير جدا التي تدل على خروجه على الحكام المسلمين وكتاب المسمى بالاستبداد السياسي خير شاهد كفر أغلب حكام المسلمين الموجودين الليلة على وجه الله قال فإن واقع المسلمين اليوم يشهد بأن كثيرا من حكامهم كفر لا مجرد ظالمين كتابه لسداد السياسي برضو طبعا نحن دلنا البواد دكتوراه من جامعة مدرمان ما علينا خطب خطبة وقال ما نصه وأنا بجيب مواضع الشاهد وبهرز على الفاظ القالة قال الله جل جلاله الذي أخذ الفراعن والجبابر والطواغيت قادرٌ على أن يأخذ هذا السياسي وأعوانه قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم لنقاتلهم قال لا ما صلوا مداموا يصلون فلا تنابذوهم وإنما أمرهم قريب قادرٌ على أن يأخذ هذا السياسي وأعوانه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن في يوم الجمعة ولعلها ساعة الإجابة أن يأخذه أخذ عزيز مكتنة وأن يصلط عليه سيف انتقامه وأن ينزل به وبطغمته بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين سيسي دامنو دا حاكم مصر الليلة يا أخي حاكم مسلم وما بتقدر تكفروا لأنت لا شيخ القرطاف ونحن كأهل سنة وجماعة كسلفيين منهج الإسلام يلزمنا إننا ندعو للمسلمين جميعا ولحكام المسلمين جميعا بالخير والهدى والصلاح والرشاد وإن رغم أنف جماعة الأخوان المسلمين دا دين دا دين نسأل الله يوفق السيسي ويفق عمر البشير ويفق الملك سلمان وجميع حكام المسلمين قاطبة إلى ما فيه الهدى والرشاد وما فيه صلاح البلاد والعباد دا دين يا ناس لمام أحمد والسلف قالوا إذا رأيت الرجل يدعو على الحاكم بالشر يعني أعلم إنه صاحب بدعة وهيورك عبد الحي دعا كيف وإذا رأيت الرجل يدعو للحاكم بالخير أعلم إنه صاحب سنة دي علامة مميزة كانوا سلفنا الصالح رحمهم الله بما يبزو بها بين السن والمبتلع عبد الحي عمشينو قال أسأل الله العظيم رافعة في الغنة بتاعته غنة طيبة قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونحن في ساعة الإجابة قال ليك منو؟ قال ليك منو؟ اختلفوا العلماء في ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأرجح الأقوى الرجح ابن عباس موجل عبد الحي إنه آخر ساعة من يوم الجمعة لكن جزى منو ديه وكد بدعوه أجان الجماعة يشيلوا معاوه قال ونحن في ساعة الإجابة أن يأخذه منو ذا؟ حاكم مسلم السيسي حاكم مصر أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر وأن يصلط عليه سيف انتقامه وأن ينزل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين هل سيقولنا هذا مجرم؟ هل تلحي أو قرضاوي؟ الدنيا تقوله ما تقعد هم اللي بيقوله للحكام اللي ما بيجوز القول فيه والمجرمين هم الشوخ الأخوان المسلمين رضو ولا أبو عندي أكثر من سبعمية دليل تقدر؟ تقدر تنزل الميدان؟ ما بتقدر من أول صفارة؟ مبيض له مجرم طيب إن شاء الله قال الذي قال وأن ينزل به بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين ودعا عليه دعا شديد ودعا محمدان وإسماعيل قبل كده دعا لحسن مبارك وكان حاكم حاكم مسلم قال اللهم عليك بفرعون مصر صار رسولنا قاعدين يذهب عليه لكن دماء النائب العام نائب الرئيس العام كلهم عامه طيب ده واحد عبد الحي يوسف وضضلال خروج على الحكام ومنهج الخواري ومذهب الخواري ودي واحدة بس لكن اختصارا لزمن لأنه أنا داري شيخ الفاضل أو بكر على نموذج تاني اول حاجة امام احمد كان لما نالمامون كان بعزب وكان بعمل شنو في مسألة خطيرة مسألة خلق القرآن يا جماعة ما في طحنية غلط خلق القرآن امام احمد قال لو كانت لي دعوة مجابة لدعوت بها لصلاح الحاكم دمنها جاء السنة الذي عبد الحي والعودة والقرن والعريف وغيرهم والقرضاوي منه براء براء دي المسألة فيهن يا ناس دي المنهج منهل سيد قطب الذي كفر الحكام وقارع الحكام وصار الحكام طيب